السلام عليكم مرحباً متتبعي قناة لحميدي إذن في هذا النهار إن شاء الله هادي نجاوب إلى واحد السؤال كي تطرح بزاف في ظاهرة شعر الحديث لهو ما هو أو بيان المنهج المعتمد في ظاهرة شعر الحديث وتحديداً هذا السؤال فهو على الشكل التالي شوفوا معي آخر يعني حاجة بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة ظاهرة شعر الحديث هنا هاد السؤال ممكن يجيه بجلس صياغ يعني إما ممكن يقول لنا بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في ظاهرة شعر الحديث كما هو عنفت السؤال أو لبإمكانهم يقولوا لنا بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب فهاش يعني في هذا الفصل لانتما عاطينكم منه هاد القولة لانتما فساطة تحليل دياله وخا إذن نحن في حالة أنه إعطينا بيان المنهج المعتمد في ظاهرة شعر الحديث يعني كاكل الجواب سيكون هو على الشكل التالي إذن اعتمد الكاتب في مقاربة ظاهرة شعر الحديث منهجا متكاملا تتقاطع فيه حقول معرفية متعددة تاريخية ومضوعاتية ونفسية مما سمح له بالتحرر من إكراه الالتزاب بالمنهج الواحد والوحيد والانفتاح على مقاربات متعددة تستوعب معظم قضايا وإشكالات ظاهرة شعر الحديث إذن هنا اعطينا المنهج المعتمد في المؤلف ككل وإنما في حالة ما أنهم قالوا لنا فقط يعطي وشن هو المنهج المعتمد في ذاك الفصل فهنا يعني إجابة أخرى وإن شاء الله إلا بغيتنا يعطيكم يعني شن هو المنهج أو المناهج لتعتمدات في كل فصل من الفصول ديال الظاهرة شعر الحديث فخليوا لي في التعليق وأحد موفق للجميع